وكما هو ديدنها في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف الطارئة سارعت مملكة البحرين إلى تأكيد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا وشعبهما الشقيقين وتقديم كل ما يمكن من الدعم والمساعدة لتجاوز آثار وتداعيات الزلزال الأخير منذ وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأمتد إلى الشمال السوري حرصت مملكة البحرين على تقديم المساعدات الإقاثية والطبية وسارعت في إرسال المساعدات وفرق الإنقاذ لإقاثة المتضررين بعد أن أصدر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إقاثية عاجلة للدول المتضررة وأعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن فتح باب التبرع ومنح شرف المساهمة للجميع في دعم الأشقاء في الزلزال في تركيا وسوريا ودعا جميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص والأفراد الذين يحرصون على دعم الجهود الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين في مساعدة الأشقاء مبادرة إنسانية مستمرة تعكس المعدن الأصيل للشعب البحريني والمقيمين الكرام حيث شاركت قوة دفاع البحرين في مهمة الإقاثة الإنسانية عملية سواعد الغيث في جمهورية تركيا الشغيقة ممثلة في فريق بحث وإنقاذ من الحرس الملكي وسلمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شحنة من المساعدات الإنسانية الإقاثية البحرينية إلى جمهورية تركيا لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من أثار الكارثة التي يمرون بها جراء الزلزال الكبير موقف مملكة البحرين وتضامونها الكامل مع البلدين وشعبيهم الشقيقين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تتعرض لها جراء الكارثة الطبيعية تترجم نهجا نبيلا وسجلا مشرفا من العطاء الإنساني والإقاثي الذي تقدمه مملكة البحرين للدول والشعوب البنكوبة وترسخ المبادرات السامية من جلالة الملك المعظم وما يليه من دعم ومساندة للبرامج الإقاثية الموجهة لمختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر